موسيقى مساء الخير رح نحكي الليلة عن سياسة الإدارة الأمريكية بمنطقة الشر الأوسط وبالأخص شو تأثيرها بيكون على الوضع بلبنان اليوم في إدارة جديدة صار عمر السنة بأمريكا مع الرئيس دونالد ترامب إذا بدنا نحكي عن تأثير هالإدارة ودورها بالمنطقة ضروري نرجع شوي لورا تنعمل مقارنة لأنه كل إدارة ما بتبلش من فراغ ما بتبلش من لا شيء بيكون في واقع معين بني على سياسة الإدارة السابقة بعكس يمكن ما كترين بفكروا مش بالضرورة يكون فيه عطول استمرارية بالسياسات الخارجية تبع الإدارات الأمريكية في بعض استوابة إنما استوابة هاي دي منة كتيرة إذا ما نحكي عن الموضوع اللبناني بشكل خاص وموضوع المنطقة كان فيه مقاربة للرئيس جورج دوليو بوش بتقول إنه يجب نشر الديمقراطية والحرية في المنطقة من أجل تأمين المصالح الأمريكية والخضاء على الإرهاب وإنشاء أنظمة بتكون أنظمة صديقة للولايات المتحدة وهيدا الموضوع كان له تأثير مباشر على اللبنان لأنه اعتبر بوقت الرئيس بوش إنه من الضرورة إنه لبناني يكون حر وسيد وديمقراطي وتعددي تقدر الأجندة تبعيته بالمنطقة تمشي نظراً لتاريخ لبنان بالديمقراطية والحريات من هون اعتمد الرئيس بوش المبدأ أنه يجب تحرير لبنان من الاحتلال السوري ودعم القوى الديمقراطية والحرة في لبنان عندما استلم الرئيس أوباما الحكم في أمريكا كانت نظرته للشر الأوسط متواضعة واعتبر أنه تجربة نشر الحرية والديمقراطية يمكن تكون صعبة وبالتالي يجب أن أتعامل مع واقع معين بمنطقة الشر الأوسط مع الحفاظ على ما يمكن حفاظه من تنقل استقرار وحرية وديمقراطية ومنها بلبنان وبالتالي بلش الرئيس أوباما بمكان ما أنه بقول أنه أنا خيّي بلبنان رح أحفظ على الشير أحفظ سياسي اللي بلش الرئيس بوش بدعم الديمقراطية والحرية بسوريا بدي أرجع أبعد سفير عن الجديد أفتح علاقات جديدة وهلوم مجر بس شوي شوي وخاصة مع الربيع العربي ومع الصراع يلي هو الصراع بين الصراع السنة الشيعي فينا نعتبر أو الصراع العربي الفيرسي بالمنطقة رئيس أوباما أخذ موقف بيعتبر فيه أنه يجب الانفتاح على إيران والانفتاح على إيران ما بيقصر بس على الاتفاق النووي مثل ما البعض بيعتقدوا من خلال السياسات التي اتبعها الرئيس أوباما بالتقارب من إيران والرسائل التي بعتها للخمينئي والمساعدات المادية بمكان ما وقبول دور إيراني مثل ما هو قال أنه يجب العرب أن يعطوا دور لإيران ويجب على دول الخليج أن تشارك إيران في الوجود الإيراني في المنطقة هذا اللي طرحه ويلي هي أكيد كانت رسالة أنه أنا أخيي بدي إيران يكون إلى دور في منطقة أشار الأوسط وهذا الشيء أدى بمكان ما إلى أنه إيران تقدر تمتد بسهولة بالعراق وبسوريا ويكون عندها دور أكبر بلبنان وصار فيه قبول عند الإدارة الأمريكية لدور مثلا لحزب الله إن كان بالحكومات أو بالإدارات أو ببعض حتى الأجهزة والمؤسسات لأمريكا بتساعدها وهون اعتبرت أمريكا اعتبرت بوقتها إدارة رئيس أوباما أنه هيدا عامل استقرار وهالشي هيدا أكيد أثر على مسيرة إذا بدنا نحكي السيادة في لبنان وعلى الفريق السيادة في لبنان وأدى نظرة أوباما للشر الأوسط إلى ابتعاد حصل شرخ كبير بين حلفاء تقليديين لأمريكا اللي هن إسرائيل ودول الخليج وعلى رأسهم السعودية بفلة أوباما واستلام ترامب ترامب اعتبر أنه أول شيء يجب أن يكون هناك سياسة تعتمد على أمريكا أولا يعني نحن ما بقى نعتمد على القرارات الدولية وعلى التحالفات الدولية إذا قدرين نعملهم كان كثير منيح إذا ما قدرين نعملهم نحن نكفي بسيستنا لحال لمصلحة أمريكا وشغلتنا يمكن مش نشر الديمقراطيات والحريات وغيره إنما لازم إعادة بناء العلاقة مع أصدقاء أمريكا يلي هني عن جد بيشتغلوا ويلتقوا بيلتقوا مع أمريكا على بصالح مشتركة من هون رجع ربط مع إسرائيل والعلاقة ممتازة مثل ما بنعرف مع إسرائيل رجع ربط أول زيارة كانت للمملكة العربية السعودية ربط مع دول الخليج اللي بيعتبرون حلفاء وبنى ما سميه بالعلاقة استراتيجية أو الشراكة استراتيجية strategic partnership مع المملكة العربية السعودية وخاصة مع ولي العهد محمد بن سلمان وهالشي هيدا عم بلش نشوف ترجمته ببعض الاتفاقات اللي صارت إن كانت اتفاقات تجارية اقتصادية محاربة لمكافحة الإرهاب وشفنا بزيارة ترامب على السعودية كيف طرحت الاتفاق كلها وبلش عمليا تنفيذها هلأ شو تأثير علينا وعلى المنطقة رئيس أوباما رئيس ترامب اعتبر إنه في خطرين بالمنطقة واحد اسمه الدولة الإسلامية داعش والتاني اسمه إيران وهيدا المتفاق عليه كان معهر وحلافاء هول إن كان إسرائيل أو الدول العربية وبلشت الحرب على داعش من قبل التحالف ضد داعش ومثل ما وعد رئيس ترامب قضى على داعش على الدولة الإسلامية بأقل من سنة مثل ما شفنا يعني بعد في بعض الرواسب اللي هي ماشي مهم بنفس الوقت أو بالأحرى بمجرد مصار القضاء على الدولة الإسلامية أعلن رئيس ترامب استراتيجية طبعه لمواجهة إيران اللي بتتضمن ببند أساسي طبعه مواجهة التمدد الإيراني بالمنطقة من خلال الميليشيات الإيرانية وهون لازم نتبع هذه النقطة ما عم يطرح دونالد ترامب أو الدارة الحالية إنه نحن بدنا نغير النظام في إيران يعني ما عد بن هو إنه إمكانيات أمريكا بالنتيجة تكون واقعي إمكانياتها محدودة بهالمجال إنما مش معناتها إنه نترك إيران تنفلش بالمنطقة وهون إذا بدكم بلش نحكي بأدوات المواجهة يلي هي هلأ عم تنبحث تنحكي بصراحة يعني إن كان أول شي كيف بدين نشغل مع الحكومة العراقية ومع الرئيس عبادي مشان الحد من النفوذ الإيراني بالعراق وضبط الجامعات الميليشيات الشيعية الموجودة وبسوريا مثل ما شفنا الأمريكان ثبتوا وجود العسكري اليوم أمريكا بتعبر إنه هي مسيطرة على 30% من الأراضي السورية بالتحالف مع الأكراد وبإقامة التحالفات مع قبائل عربية وحلفاء آخرين بسوريا يعني عندها اليوم موجود بشرق العراق بشرق سوريا وعندها موجود بجنوب سوريا وهذه كلها لواقف التمدد الإيراني بلبنان اليوم فينا نقول عم بيننظر على بلبنان تاين شايف شو هي الأدوات يلي تقدر أمريكا تشتغل معها بلبنان لمواجهة التمدد الإيراني وأكيد اليوم مثل ما عم نشوف بالعقوبات يلي عم تفرض أكتر وأكتر الأموانين عم تطلع بالكونغرس على حزب الله إنه في نية لقطع أي إمكانيات مادية لحزب الله والنظر ببعض تنقل الشركاء أو الحلفاء للحزب تشوف كيف يقطعوا هالعلاقة بين هالشركاء والحلفاء السياسيين ومنظمة حزب الله وأكيد في جهة دولة عم بيصير بهذا المجال مثل ما عم نشوف بالأمم المتحدة وبغير محلات مشان ضبط التمدد الإيراني ومواجهة حزب الله وأخيرا أكيد عم ترجع تطلع أمريكا بلبنان على مين الحلفاء مين اللي بتدت تشتغل معهم بلبنان مشان عنجد يقوم لبنان سيد حر ديمقراطي ويكون لبنان عم بيواجه الإرهاب بكل أوجهه والتطرف بكل أوجهه مش بس التطرف السني وهذا الشي اللي هلأ عم نعيشه يعني بهاللحظات هاي دي وتنشوف شو رح تكون نتيجته بالأسابيع والأشهر القادمة اشتركوا في القناة